في نظام الماك حد فتح إعدادات النظام بإمكانك التحكم بالإعدادات اللي تظهر لك تروح لفيو وتضغط على Customize فالآن تشير علامة الصح عن الأشياء اللي ما تحتاجها فلو ما أنا أحتاج التايم ماشين بإمكاني إزالة علامة الصح وضغط على هذا وراح تختفي من عندي ولو حبيت تظهرها مرة ثانية أروح لفيو واختار Customize وأرجع علامة الصح وراح ترجع تظهر مرة ثانية حاجة ثانية في الإعدادات بإمكاني البحث فعلى سبيل المثال لو كتبت Scroll فراح يظهر لي كل الأشياء اللي فيها Scroll وراح يعمل لها Highlight وأقدر أختار من القائمة المنسدلة عندي على سبيل المثال لو أنا حبيت إعدادات Scroll في الماوس مجرد أن يختارها وعلى طول راح يفتحها لي حاجة ثانية أيضا حتى لو الكلمات كانت مهمة موجودة في الإعدادات على سبيل المثال الـ Get Keeper لتحكم بتحميل البرامج لو كتبتها الآن فراح يعمل Highlight لسيكوريتي مجرد أن يضغط عليها فراح يفتحها لي مع أنه إعدادات الـ Get Keeper ما هي موجودة بهذا الاسم أتمنى الفيديو أعجبكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم